اشتركوا في القناة وفي البويرة لدع ثلاث متهمين في قضية مقتل المحام يطر في اسمين الحبس مستهلا اعلن الوزير الاول عبدالعزيز جراد يوم الاثنين الفارض في ختام زيارته الى ولاية سيدي بالعباس عن عدة اجراءات لصالحية الشباب والمرأة الريفية الماكثة في البيت وذلك في اطار المخطط الحكومي الهدف للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهاتين الفئتين وكذا فئات اخرى في المجتمع وصرح السيد جراد لدى تدخله بالاذاعة المحلية لسيدي بالعباس بانه فضلا عن منحه اليوم لنحو عشرين اعانة مالية ضمن برنامج السكن الريفي فان هذه الاعانة ستشمل قريبا ما لا يقل عن 300 عائلة بالولاية ويدخل هذا الاجراء في اطار التدابير المتخذ من طرف الحكومة الرامية لهيكلة السكنات الريفية بالوطن الذي خصص له غلافا مالي بقيمة 3000 مليار سنتيم حسب ما اكده الوزير الاول انطلقت ثاني ايام زيارة وزير الموارد المائية ارسقي بالراقي لولاية سعيدة يوم ثلاثاء الفارط وذلك من بلدية ولاد براهم اين استمع الوزير رفقة والي الولاية سعيد سعيودة الى عرض مفصل حول مشروع تحويل المياه الشرب لتزويد منطقة ولاد براهم انطلاقا من بئري واد العبد وعليه جاءت تعليمات الوزير لتسريع وتيرة اشغال المشروع ان يتم تموينه على مرحلتين وتتمثل المرحلة الاولى في ايصال القنوات والعمل على محطة الضخ لضمان تزويد المنطقة بالمياه الشرب وفيما يخص المرحلة الثانية تأمين المشروع بانشاء خزانات تصل سعتها على الاقل 5000 متر مكعب خاصة وان المنطقة مؤهلة لازدياد كثفتها السكانية مع افاق 2030 عقد صبيحة يوم السبت الفارط وللعاصمة يوسف شرف لقاء صحفيا بمقر الولاية شرح فيه قرارات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص اجراءات الحجر الصحية الاخيرة كما اكد ان الوعي الشعبي هو السبيل للخروج من الازمة في ذل الظروف الصحية الرهنة امر قضية تحقيق بمحكمة عين بسام البوير يوم السبت الفارط باداع ثلاث متهمين في قضية مقتل المحامي المتربسة الرافية اسمين المقتول الحبس المؤقت المتهمون سيمثلون لمحاكمة بتهم جناية تكوين جماعة اشرار بغرض الاعداد لجناية القتل العمدي عن سابق الاسرار والترصد محاولة الفعل المخل بالحياء بعنف جنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح ووفق بيان للنيابة العامة بمحكمة عين بسام فانه يتعلق الامر بكل من عين عين والبالغ من العمر 32 سنة وكذا صاد صاد 29 سنة بالاضافة الى عين ميميا 23 سنة وعثر على جثة الفتاة ومرافقها داخل سيارة يوم 7 جوليا الماضي بالطريق الوطني رقم 18 في جزئه الرابط بين بلديتي برغبلو وعين بسام توفي يوم الاحدى الماضي مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الام الطفل الحكيم سعدان بلغواط يزيد يوسفي بعد ايام من اصابته بفيروس كورونا حسب ما علم لدى مصالح مديرية الصحة والسكان واصلاح المستشفيات وكان الفقيد قد نقل الى مصلحة الانعاش الطبي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية حميد بن عجيلة بعاصمة الولاية قبل اربعة ايام بعد التأكد من اصابته بالفيروس عن طريق التحاليل التي اجريت له واثبتها تقرير معهد باستور بالجزائر العاصمة وفق ذاتي المصدر اطاحت الفرق المتنقلة للشرطة القضائية بامن دائرة ودي الفضة بشبكة محلية لترويج المؤثرات العقلية وحجزت قرابة الفين قرص مهلوسة حسب ما علمها السبت الماضي لدى ذاتي الجهاز الامني واوضح ملازم اول فرحان حليم ان هذه العملية النوعية التي تندرج في اطار محاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية تمت استغلالا لمعلومات مفادها نشاط مجموعة من الاشخاص في ترويج وبيع الاقراص المهلوسة لتباشر ذات الفرقة تحريتها وابحاثها واسفرت هذه العملية استنادا للمصدر عن توقيف ثلاث اشخاص وحجز الف وتسعمائة واربعة وسبعون قرص مهلوس ومبلغ مالي وكذا سيارة سياحية كانت تستعمل في نشاط هذه الشبكة وبعد استكمال الملف الجزائي المنجز في حق المشتبه فيهم حول القضية تم احالتهم الى الجهات القضائية اقول بواد الفضة محكمة العطاف تمكن الامن الحضاري الاول بالتنسيق مع المحطة الرئيسية لتحقيقه الشخصية بام البواقي من توقيفه المشتبه فيه في قضيته السرقة بالكسر من داخل محل تجاري عملية التوقيف جاءت على اثر تلقي المصلحة لشكوى رسمية ضد مجهول في موضوع السرقة بالكسر بمدينة امبواقي وعلى الفور تم فتح تحقيق في القضية وابل الاستعانة بجميع الاساليب العلمية الحديثة للامن الوطني تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه فيه عن طريق النظام الالي للتعرف على البصمات وتم توقيفه وتحويله الى المصلحة المشتبه فيه انجز ضده ملفا جزائيا عن قضية السرقة من داخل محل تجاري وقدم بمجبه امام النيابة المحلية تمكنت مصالح الشرطة بولاية المدية من الاطاحة بافراد شبكة اجرامية تتشكل من اربعة اشخاص قامت بسرقة احد المراكز التجارية الكبرى حسب ما افاد به يوم الاثنين الماضي بيان لمصالح امن الولاية واوضح ذات المصدر ان قوات الشرطة تمكنت في ظرف قياسي من فك لغزية الجريمة التي طالت احد المراكز التجارية الكبرى بالمدية عن طريق الكسر والاطاحة بجميع افراد الشبكة مع استرجاع كل اغراض المسروقة واضف البيان ان عملية السرقة تم اقترافها من طرف مجهولين ملثمين بواسطة الكمامات الواقية مستغلين بذلك ظرف الحجر الصحي اين تم الاستيلاء على مبلغ مالي كان بالصندوق النقدي بالاضافة الى بعض الملابس المعروضة للبيع ليتم فتح تحقيق في القضية وتكثيف عملية البحث والتحري باستعمال وسائل تقنية للتعرف على هوية الفاعلين والتي مكنت عناصر الضبطية القضائية من فك لغزية السرقة وتوقيف الفاعلين في ظرف قياسي لم يتعدى التسع ساعات وفي ولاية خنشلة غمرت سيولة الامطار الرعدية التي تسقطت بعد ظهر يوم الاثنين عشرات المساكن وتسببت في خسائر مادية للفلاحين وتعطيل حركة المرور ببلدية طامزة وقد تم تسجيل تسرب لسيولة الامطار داخل عشرات المنازل بحيث لثين سكنا ببلدية بذات الجماعة المحلية بسبب انسداد البالوعات والمجاري المائية في الوقت الذي لم يتم تسجيل خسائر بشرية حسب ما اكدته مصالح الحماية المدنية سلم احد المواطنين القاطنين بمدينة سمسيلت يوم الاثنين الفارض لمحافظة يلغابات طائر ينتمي لفاصيلة السمامية النادرة يطلق عليه طائر السمام الشائع النادر حسب ما افادت به ذاتها الهيئة واوضح ذات المصدر بان هذا المواطن الذي يقطن بعاصمة الولاية كان قد عثر بمسكنه على هذا الطائر النادر والذي سلمه الى اطارات مصلحة حماية النباتات والحيوانات بذاتها المحافظة الذين قاموا بمعاينته والتأكد منه قبل اطلاقه بغابة سيدي بن تمرة باعالي مدينة سمسيلت ختم نشرة الاسبوع المحلية شكرا على طيب المشاهدة اشتركوا في القناة